اشتركوا في القناة مرة تقريباً في مصار اللي هو كان بعيد على المغرب أكثر من 800 كيلومتر على المغرب ومرة نحو شمال إسبانيا وكذلك شمال بورتغال وهذا صورة قمر صناعة تبين هذا العصار المدالي اللي مرة تقريباً مدار اللي مرة نحو شمال بورتغال وشمال إسبانيا بسرعة تقريباً 60 كيلومتر في ساعة ويعني خلال بداية هذا الأسبوع فلم يتأتى المغرب بهذا الإعصار لأنه نظرة للبعد دياله يعني تقريباً هذه الأعاصير تكون في هذه الفترة خصوصاً ذلك الفترة سبتمبر وأكتوبر اللي ستكون فيها حركات ديال الأعاصير ديال المحيط الأطلسي تنتقل تقريباً من غرب إفريقيا غرب وسط أو غرب إفريقيا وتنتقل في مناطق المدارية اللي درجة الحرارة ديالها فوق 26 درجة وبالتالي تنتقل هذه الأعاصير اللي تنتقل إلى أمريكا الوسطى وكذلك أمريكا الشمالية يعني في هذه الفترة اللي تكون فيها درجة الحرارة خصوصاً في المحيط الأطلسي يعني في المناطق المدارية اللي كبر من 26 درجة في أحد العمق كبير إلى مناطق الشمال الأطلسي خصوصاً اللي تتوجد فيها المغرب ولا أوروبا هي درجة الحرارة في المحيط الأطلسي تكون منخفضة على هذه 26 درجة إلا أن الملاحظ خلال الفترات الأخيرة هناك بعض هذه الأعاصير اللي تنتقل نحو الشمال أو الشمال الغربي وتمر إلى أن ما ستكونش بنفس الحدة اللي ستكون الأعاصير اللي تتهم المناطق المدارية وكذلك أمريكا سواء الجنوبية أو الأمريكا الوسطى هو الملاحظ أن درجة الحرارة المحيط في بعض الأحيان تتكون فيها سخونة نتيجة للتغيرات المناخية هناك بعض ممكن أن تكون يعني الأعاصير تقدر توصل في بعض المناطق الشمال الأطلسي ولكن هذا كواه ماشي ديالها الطبيعي في حالة فيش كتكون إنحياز إلى أنها كتنقص من الحدة ديالها بالنسبة لتوقعات المنتظرة بحول الله فخلال يوم كان هناك بعض تساقطات المطرية اللي همت المنطقة الشمالية المغرب المناطق البوغاز والشرقية هناك بعض الانفراجات ابتداء من غادين بحول الله إلى أنه بحول الله ابتداء من يوم من ليلة الأربعة ويوم الخميس وكذلك الجمعة إلى غاية يوم السبت هناك تطراب جوي جديد سيهم بلادنا سيعطي أمطار أمطار ستهم المناطق الشمالية والشرقية للبلاد وكذلك ستكون على شكل زخات رعضية أحياناً معتدلة إلى قوية خصوصاً بأقصى شمال غربي البلاد كذلك مع انخفاض في درجة الحرارة وكذلك احتمال تكون بعد تساقطات الثلجية فوق قيمة المرتفعات التي تجاوز أحياناً 2200 متر إذن على العموم فخلال هذا الأسبوع انتقلنا نحو أجواء خريفية بعدما كان تقريباً خلال الأسبوع الماضية أكثر من 20 يوم كانت درجة الحرارة فوق المعدل بـ 3 إلى 4 أو 5 درجات وبالتالي هذا الأسبوع كله يعني تميز بتيارات بحرية تعطينا في بعض الأحيان الأمطار خصوصاً ابتداء من ليلة الأربعة يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت بحول الله ما تنساش تابونه فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من إزبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر